السلام عليكم أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية قامت شركة أنفينيكس في الخارج بشكل رسمي بالكشف عن هاتف أنفينيكس هوتوالف بلاي الجديد كليا وألانت الشركة عن مواصفاته الكاملة والتي سوف ننقلها لكم من خلال هذا الفيديو حيث يعتبر الهاتف أحد المنظمين لعائلة هوتوالف الجديدة من شركة أنفينيكس موسيقى قبل أن نبدأ لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو يأتي الهاتف بإبعاد في الارتفاع 170 مليمتر وبعال 77 مليمتر وبسمك 8.3 مليمتر مع وزن 195 جرام خامات الهاتف الخارجية تأتي من البلاستيك البولي كاربونات يدعم الهاتف تركيب شريحة اتشار من الجهر الرابع مع كارت ميمواري بحجم 512 جيجا يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.8 بوصة بذيقة 720 في 1612 بيكسل شودتها HD بلاس مع كثفة بيكسلات 259 بيكسل لكل بوصة ومعدل تهديث 90 هرتز يأتي الهاتف بمعالج من نوع يينيسوكتي 610 ثماني نوات مع دقة تصنيع المعالج 12 نارومتر والمعالج الرسومي هو معالج 52 نظام التشغيل أندرويد 12 بواجهة أنفينيكس XOS 10 يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام الرامات من نوع PDDR4X والذاكرة من نوع EMMC 5.1 كاميرا سيلفي بذيقة 8 ميجا بيكسل تدعم تصوير الفيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية وبه فلاش لاد مجدوج كاميرا خلفية مجدوجة الأساسية 13 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 1.8 الثانية 2 ميجا بيكسل مع فتحة تسا 2.4 وهي مخصصة للعزل الأخيرة عدسة AI للذكاء الاصطناعي الكاميرا تدعم فلاش ليد رباعي وتدعم الـ HDR والبانوراما مع تصوير فيديوهات بجودة 1080 مع 30 إطار في الثانية يدعم الهاتف منفذ السماعة 3.5 ميليمتر ولا يدعم مستشعر الأنفسي بصمت الإصبع موجودة في الخلف مع دعم الفيس أنالوك بطارية ليثيون بوليمير بحجم 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن بقدرة 10 واط عن طريق ياس بيتيب سي يأتي الهاتف بألوان الأسود والأبيض والأزرق والأخضر تم تسعير هاتف إنفينيكس هوت ويرف بلاي الجديد في الهند بشكل رسمي للنسخة الوحيدة المتاحة منه بمساحة تخزين 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر يعادل 110 دولار والهاتف سيتاح للبيع في الهند يوم 3 مايو وسيدخل بعدها في الأسواق العالمية اشتركوا في القناة